حسنا من اللي جاي السعادة مالك يا بنتي فيه اه ايه اللي معيطتك كده وإيه شانت تدوم كلي انت سايبها عند الباب دي وفاق يا بنت فهميني طلعني يا ماما جزء طلعني يا ماما وضربني ورمني برها البهر مشانت تدوم كده يا ماما ابتعلي عود كده بس يا حيبتي واستاهدوا تعالي فهميني واحدة واحدة اهل اللي جارة حاضر يا ماما حاضر اه ايه احكي بقى وليلي اهل اللي جارة بالزبط كل الحكاية يا ماما إني شايفاه بقاله يومين كده مهتم بالموبايل خالص وليل ونهار قاعد على الموبايل ولو دخل الحمام واخد الموبايل معاه قلت أكيد في حكاية وفي وراء إنا هاي وبعدين مفيش يا ماما خليته نايف وحاولت تفتح الموبايل بتاعه ومعرفتش أتريب البصمة بتاعته فارحت حتى صابه على الموبايل راح مفتوح واتشفته أكبر خيانة لي يا ماما عمل إيه يعني المزغود ده أنا هحكيه لك هيا ماما إسمعين لقيته بيكلم وحدة على الموبايل بسميها فيفي وعمل على واتساب نازل حب وهيام وعمل يديها كل مشاعر الحب مع إنه والله يا ماما ما بيقول لكلمة حلوة وحدة في البيت بيقول لها إه يعني يا بيت خلاصي كاتب لها وحشتيني قوي يا فيفي انت فيني مبارح ما كلمتنيش ليه ده أنا قدت متسني تليفونيك بفرج السابر وهي رد علي وبتقول له معلش يا بيبي تل وراء شوية حاجات بعملها وجوزك أنت ابني وطالبت لي حاجات كتيرة فما كنتش عارف أكلمك الواطل معفن يعني هو كمان بيكلم واحدة ومتجوزة ها يا بنت واه تاني مفيش يا ماما وانا شفت الكلام من هنا وانا معاكتش شايف حاجة قدامه والدنيا سودة روحت أيمام صحياء الفجر قلت له أصحى يا خوي فوق كده أصحى اه القرف اللي ألمبايلك ده ها قالك اه بقى كل اللي همه انت فتحت الموبايل ازاي انت فتحت الموبايل ازاي الموبايل بالبصمة انت عمنا بصمة على الموبايل انت بتدخله تقعد تتجسسي على الموبايل اه ساب الموضوع الأصلي وقعدي لف حوالان الموبايل ومش الموبايل ها بالضبط كده يا ماما فقلت له ان حطت صروق على الموبايل رح سايب كل الموضوع وقال لي اه اللي انت عملت ده وفتحت عليها وقبت شفت المحادثات طب بتصدق بالله ما انت عادة في البيت وراح رميني يا ماما بره بشنطة ردومي والعيال بقى يا حلوة فان في الموضوع هنا العيال كانوا نايمين يا ماما طبتهم نايمين ونزلت عامل ايه ويريت على كده وبس ما انا بقى ما تكتلوش يا ماما قدته بدماغه وقلت له يعني انت عليلي الأدب ومنتجمت ربي وكمان عايز تطلعني ورا البيت اه وبعدين رح من اولني باللوكمية في عناي يا ماما زي ما انت شايفة كده ستني يا بنت ما شوف من اللي جاي على الباب ده اهلا يا سبع البورنبا اهلا يا سيد الرجال يلا عطيك امانة عينها معاك رجعتها لي بالمنظر ده هي دي الامانة اللي ابوها الله يرحم ووصك عليها هي دي اللي قالك عينها في عينك بنتي قليت الادب وعايزة تتربى من اول وجديد يا حماتي وانا برب مراتي في حاجة اه يا اخوي في حاجات وحاجات وحاجات ما بقى موت يا اخوي بربلي بنتي لو بنتي غلطت تتصل علي وقللي بنتي غلطت وانا هاجه اضربها قدامك لكن انت تمدي ايدك على بنتي ده استحالة ومقبلوش ابدا دي بنتي ناس ومن عيلة ما انتاش واخدها من الشارع ترميها في نص الليل كلاهو بشان تتخدمها وتقولها بالسلامة بقولك ايه حاكم انا محترم نفسي بس عشان تستي كبيرة غير كده والله هاغلط بس بقى يا محمود فقى اللي عملت فيه احترم نفسي كنت بتتكلم مع عوني قديني ساكت ومش فتح بوقي ها هاتيك اتروحي معايا عشان العيال لما جيت البيت هنا عندي تبقى تتكلم معايا انا مش تتكلم مع بنتي واجه للكلام انا وان كنت مفكر ان البيت ده مفيش في راجل عشان ابوها مات تبقى غلطان ده انا ستة اه بس بميت راجل والبنية اللي انت اديتها البنتي اهي قصادها اهي هاتي بتمدي ايدك علي اه زي ما مدت ايدك على بنتي وفكرت ان ملهاش راجل ابقصر منعظة انا ما عدت داخل البيت ده تاني هتيجي اتروحي لأولادك ولا هتخليك عدم عمك ما تمشيش معاونا هجيبلك حقك وهجيب البلات والعيال لغاية هنا في البيت مش عايز عامل مشاكل يا ماما عشان العيال انا هرجع بيتي يا ماما عشان خطر اولادي وبس لكن هو والله ما يستاهل انا خايفة على العيال احسن يحرملي منهم لو قعدت هنا وسبتوا حاسبي الله ونعمل وكل فيه حاسبي الله ونعمل وكل فيه براحتك يا حبيبتي انت قادرة بمصلحتك عمتا يا حبيبتي بتبوكي مفتوح في اي وقت يوم ما تحس انك تخنقت ولا الدنيا دقت بيكي تجيبت ابوكي مفتوح وتجيب عيالك معاك هشيلك جوه عاني وهشيلك فوق دماغي مع السلامة يا حبيبتي وخلي بالك من نفسك وكلميني كل شوية تمنيني عليك حاضر يا ماما اشتركوا في القناة